الزبيب نوع من أنواع الفواكه المجفف الشائع ويتميز باحتوائه على العديد من المركبات الطبيعية المهمة للجسم إذ يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والأليف الغذائية بالإضافة إلى أنه يتميز بامتلاكه لخصائص مضادة للأكساذة وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على فوائد تناول حفن من الزبيب على الريق يمكن للزبيب علاج الحم بفاعلها لاحتوائها على عدد من الخصائص المضادة للأكساذة كما يحتوي على النسب من النحاس بما يجعله مناسب لعلاج عدد من الأمراض ويعد الزبيب من الأطعم المفيدة لصحة الجسم بشكل عام لاحتوائها على جميع الدروريات اللازمة لجسمنا تقريبا ونسبة من السعرات الحرارية المقبولة ولهذا السبب يوصل أطباء مرضاهم بالسلاك حفن من الزبيب إن ارتفاع دغط الدم واحد من أكثر الأمراض التي تؤدي إلى الكثير من المشاكل الخطرة واحتواء الزبيب على البوتاسيوم يعمل لخفض نسبة السوديوم في الجسم بشكل كبير حيث يعتبر السوديوم المسبب الرئيسي لارتفاع دغط الدم وتناول حفن من الزبيب في الصباح الباكرة يجعله ميتاليا لمعالجة دغط الدم يحتوي الزبيب على مركبات مضادة للكوليسيرول في شكل ألياف قابلة للدوبان والتي تعمل على خفض الكوليسيرول الضار في الجسم وإيطائه الصحة كما ويحتوي على أنزمات تمتص الكوليسيرول الضار وتقليل نسبته في الجسم يساعد الزبيب في المحافظة على صحة العين لاحتوائه على بعض من أفضل المغدية النباتية التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسذة وتعتبر هذه العناصر مفيدة لصحة العين وحمايتها بشكل فعال كما ويعمل على معالجة الأضرار الناجمة عن المؤكسذات أو الجذور الحرة أو ضعف البصر المرتبط بالعمر وتعد هذه الفائدة واحدة من أفضل الفوائل لإستخدام الزبيب مما يجعله واحدا من أكثر الأطعم العضوية الصحية السهلاكا على الإطلاق الكالسيوم واحد من أكثر المعادن المهمة للجسمك فهذا المعادن مسؤول عن صحة العظام وصحة الأسنان ويعمل الزبيب على تزويد الجسم بحاجيته من الكالسيوم ليعمل بشكل صحيح وتعد النساء الحوامل من أكثر الأشخاص حاجة إلى نسبة مضاعفة من الكالسيوم لأنه ضروري لنمو عظام الجنين في الرحم فهو يضمن بقاء كتافة عظامه عند المستويات الطبيعية ويتطور بشكل مناسب احتواء الزبيب على الحديد يعمل على رفع مستوى الهيموغلوب في الذن وبالتالي يعالج فقر الذن بشكل متالي فتناول حفن من الزبيب يوميا يغدين بنسبة الحديد اللازمة لأجسامنا واحدة من أفضل استخدامة الزبيب المفيدة لصحة وأنه يمكن استخدامه للحفاظ على صحة العظام فالزبيب يحتوي عن نسبة عالية من الكالسيوم وبجانب الكالسيوم يحتوي على البرون وهو عبارة عن مغديات صغيرة ويمكن الحصول عليها من خلال تناول النسبة معينة من الزبيب يوميا لا أحد يولد ببشر خالية من العيوب ولتحقيق هذا الهدف الذي يعد هدفا لكل امرأة عليك بتناول الزبيب حيث أنه يتميز بخصائص طبيعية مالا لتنقية الدم وبالتالي التخلص من السوائل الخطرة والسموم والأوساخ في الذم والتي تعد المسؤولة عادة عن مشاكل الجلد وخاصة حب الشباب والبقع والتجعيد والعديد من مشاكل البشرة المختلفة فبمجرد أن ينقى الذم جيدا فإن البشرة تصبح سحية وخالية من العيوب يعتب الأطفل صغار أكثر عرضا للعذوى بسبب عذب نمو نظام المناعة بشكل كامل ولأن الزبيب غني في فيتامين بي والسي فإنه يساعد لتقوية المناعة وبالتالي يصبح الجسم أقل عرضا للإصابة بالالتهابات يحتوي الزبيب على فيتامين سي والحديث اللذان يساعدان في امتصاص مختلف المعادن وتغذية بصيلة الشعر فمن هذه الفوائد المحافظة على صحة العامة للشعر والمحافظة على لون الشعر الطبيعي ومن فوائد الزبيب أيضا معالجة الشعر الخفيفة حيث يساعد الحديد الموجود فيه على تعزيز الضورة الدموية في الجسم وبصيلة الشعر مما يؤذي إلى معالجة وتغذية الشعر وبالتالي يعالج مشاكل تساقط الشعر والمحافظة على كتفة الشعر يعد الزبيب جيدا لصحة ذماغك لأنه مصدر ممتاز للبرون وهو عنصر ناذر يعمل على تحسين التنسيق النظري واليذوي والانتباه والذاكرة يمكن أن يقلل الزبيب شعور بالجوع إذا تم تناوله قبل وجبة الإفطار لاحتواء عن سبعالية من الأليافة مما يؤذي إلى الشعور بالشبع لفترة طويلة وتقليل سعرة الحرارية من الوجبات التي قد يتم تناولها لتقليل الشعور بالجوع وإلى هنا مشاهدنا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم نشكركم على حس المتابعة وإلى اللقاء